تتواصل جهود الدولة في جميع المحافظات استعداداً لعيد الأطحى المبارك وفي محافظة القاهرة تمت متابعة إجراءات نحر الأضاحي وتوقيع الكشف عليها كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر لتلبية احتياجات المواطنين على قدم وصاق استعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأطحى المبارك هنا من المجزر الآلية بالبساتين كانت الاستعدادات كبيرة حيث أجرى محافظة القاهرة خالد عبد العال جولة لتفقد العمل بالمجزر نأكد برضو أن عية النظافة رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد ومتواجدين على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة العيد وما بعد العيد جميع الأجهزة في محافظة القاهرة موجدة يعني رفع درجة الاستعداد فيه ورفض عمليات مركزية في المحافظة وفعالة مع جميع الأجهزة لتلقي أي اختراض وإن شاء الله كده العيد يعدى لخير بإذن الله كل سنة هم طيرين محافظ القاهرة حريص على متابعة إجراءات نحر الأضاحي وتوقيع الكشف البيطرية عليها وذلك لضمان سلامة اللحوم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل المجزر مع توجيه برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأطحى المبارك بكافة مجازر المحافظة والعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه الأيام المباركة محافظ القاهرة قال أيضا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بنحر الأضاحي بالشوارع كما حضرت المحافظة إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلة الجزارة وذلك لعدم إعاقة حركة المرور ومشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة